أذكركم بقصة قصة رجل التلي بالدين كثرت ديونه وما استطاع أن يسددها وتكالب الناس عليه أصحاب الدين تكالبوا عليه يطلبونه الدين فذهب إلى أحد التجار واستدام منه مبلغ خمسمائة دينار استقديمة وليس الحديث هي مجموع الدين فقال له التاجر متى تسدد هذا الدين قال في الموعد الفلان أخذ هذه النقود ووزعها على الدائنين ولم يبقى معه شيء وازداد حاله سوءا وتراجعا حتى جاء الأجل أجل سداد الدين ولم يجد معه ما يسدد به الدين فجاء إليه صاحب الدنانير وقال له جاء أجل الدين قال والله لا أملك منها شيئا فاشتكاه إلى القاضي فجيء به إلى القاضي لما لا تسدد ما عليك من بين قال والله لا أملك منها شيئا فأمر القاضي بحبسه حتى يسدد ما عليك قال يا سيد الطاضي أمهلني للغب حتى أذهب إلى عيالي وأخبرهم وأودعهم ثم آتيك قال وما الضمان أن تأتي في الغب وقد حكمت عليك بالسجن فسكت بهم وقال ضمانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضم وإن لم آتي وإن لم آتي فاشهد علي يا قاضي أني لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان القاضي فيه مسح من صلاحه وعرف قيمة هذه الضمانة فتركه على أن يعود في الغب فذهب هذا الرجل إلى زوجته وقال لها حكم علي القاضي بالسجن قالت وكيف أطلقت قال أطلقت لضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له وقد ألهمها الله قال ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ضمانته فتعال بنا نصلي على رسول الله فجلسوا يصلون على رسول الله شوفوا كيف تنفرج الكرب وتنحل العقب وهم يصلون على رسول الله ناموا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قريب يا أخوان قريب جدا لكن ننظف قلوبنا ننظف قلوبنا قلوبنا سودت من قلة الذكر ومن قلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنتم تعلمون من رآني في المنام فقد رآني حقا قال له يا هذا إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي اذهب إلى الوالي وقل له أن يسدد عنك دينك أقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد عني ديني لفلان فإن لم يصددك فقل له معي علامتان قال ما هم أي رسول الله قال قل له إنك أيها الوالي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة ألف مرة وفي الليلة الأخيرة أخطأت في عدها وأخبره أنها قد وصلت تام واستفاق الرجل في الصباح خرج إلى عمد الوالي قال للوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك سدد عني ديني قال وما علامة صدقك قال علامة صدقي أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة ألف مرة وفي آخر ليلة أخطأت في العدد ويخبرك أنها قد وصلت كاملة فذكره أنك فأعطاه خمسمائة دينار من بيت المال وأعطاه ألفان وخمسمائة دينار من ماله الخاص قال اذهب إلى القانون وذهب إلى القاضي ووجد القاضي يتحرق بشوقة لرؤيته قال تعالى ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالقاضي يجهز خمسمائة دينار إلى جواره ويقول خذ هذه الأموال وسدد بها دينك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سددت عن هذا دينه وفينا عنك يوم القيامة وإذا بالباب يطرق وإذا بصاحب الدين يأتي يقبل الرجل ويقول تعال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إذا عفوت عن هذا عفونا عنك يوم القيامة وهذه لخمسمائة درهم أخرى هي لك جاء مديون بخمسمائة دينار وعاد إلى بيته بأربعة ألاف دينار ودينه قد سددت هذا معنى هذا معنى من معاني الصلاة على رسول الله ليس فقط من أجل الآخر من أجلك اشتركوا في القناة